أزل أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتماسيط في هذه الحلقة زي ما عودناكم بنكلمكم عن كلمة جديدة من الجذر رويل يار ياو يال ولا راو ولام وانطلاقاً من جبل نفسها زي العادة الكلمة في عمومها تعني الهروب هربة الهروب وهي نفسها تقريباً في أغلب التنوعات المزيغية بنفس المعنى ولو تختلف النطب في بعض التنوعات لكن نلقو لها معاني تانية غير لها ارتباط منطقي بها وهذه الكلمة مش متشاعبة هربة فحبت نبدأ بها مع عودتي لهذه الحلقات خلي نبدو زي العادة بأمازيغ الجنوب اللي هما نسمو فيه محنة توارق اللي هما إموها وغيرهم نبدو بالهوغا فيه هوغار يقولوا الكلمة هذه نفسها رويل بنفس النطب وكل شيء تعني فرة أو هربة وعندهم اسم المصدر تارولا طبعاً رويل هي نفسها في نفوسا وفي سيوة رويل في وادي مظاب وهي نفسها كذلك في تمازيغ في الأطلس المتوسط تجريد الحيث نجدها كمصدر فقط ونجدها كمصدر فقط ولا نجدها كفعل في الأوراس نجد كذلك الفعل رويل في الجنوب الشرقي نجد الفعل رويل كذلك بنفس الصغة نجدها كمصدر كذلك في تقبيليت وفي جربة وفي كل التنوعات تقريباً على حد سوا نجد فيها بعض التقلبات فمثلاً في الريف وفي ورقلا اللام في رويل تنقلب إلى عراء وهذا مفهوم حسب التنوعات الزناتية فتصبح رويل بدل من رويل والغريبة في الأمر أن سراير في شمال الشرق المغرب اللي هم صنهاجة يقولوا رقل بالقال المشددة على رويل بمعنى اهرب كيف الواو أصبحت جاء وهذا موجود ومتداول كذلك وهذا حنجوه في نفسه بحيث أن نفسه لما تقول في صغة المضارع يقولون يرقل مش يرول كما هو عند أغلب التنوعات إذن هذا من ناحية اللغوية وهذا تكلمنا عليه هنا في حديثنا عن اللسانيات كيف الواو لما تصبح مشددة تصبح جاء من الأشهر الأشياء اللي يتعرفوها اللي هي مثلاً هوارة القبيلة المعروفة في التاريخ هي نفسها قبيلة هجار إلى آخره نفس الاسم غير هذه الواو أصبحت جاء مشددة والواو تصبح جاء مثلاً زي ما قلنا تابورت تاكورت تاورت تاكورت عفوان زاو إزقن إدقا يدوي إلى آخره من الكلمات إدقا هذه قرفها في جربة هي نفسها إدوي ويدوي في العمية الليبيا إذن نرجع إلى الجدر نفسها يارياو يال أو راوى لا رول هي هذا الجدر حقيقة يعني في عمومها الهرب نقول لها معاني أخرى مثلاً المتولي أو المدبر يوم الزحف يسمى أمروول اللي هو الهارب يوم الزحف طبعاً الفريسة أو الطريضة تسمى تامرولت كذلك في تنواعات كثيرة عمزيغية للمرأة اللي تمتنع عن الزواج الثانية تقول النشوز أو النشاز أو بلغة العربية تسمى كذلك تامرولت في تمزيغ مثلاً نلقو الشخص المطروض مثلاً الشخص اللي تطرده هو المطروض تطرد شخص تقول مثلاً السرول أو السرول فلان أو السرولت إما لا إله آخره بمعنى يعني أطرده من عندك أو شيء من هذا القبيل السرولت هني هدي فيه بس حاجة كذكرتني بالعامية الجزائرية والمغربية يقولوا إجراءوا عليه بمعنى طردوه فربما تكون ترجمة حرفية منطق بديد أو تشلحيت كما رأينا الآن الجبان الإنسان الجبان مزاجاً يطلق عليها المرول في تمزيغ أقول مزاجاً لأن الاسم الحقيقي للجبان هو تمزيغ سيما تعرفوا أمزدال أمزدال الغريب في الأمر نجدها كذلك وكلنا نحن من البداية أن هذا تسلسل منطقي كل الكلمات المرتبطة بها حقيقة المنطقية فمثلاً الهزيمة في الحرب تقال بصغة الجبع فقط ولا مفردة لها تمرويلين فأهي بمعنى الهزيمة نقولها آخر معنوي مثلاً الشخص الذي يتهرب من الكلام أو المراوغ في الحديث يسمى أمروال ونعرف أن المراوغ هو أماياس بالأمزدال وأطلقت هذه التسمية حتى على حيوان أظن الفهد فأهنيه المعنى المعنوي يوجد من الحيوانات من حظية بهذا الاسم مثلاً في جنوب ليبي نلقو اللي هي الأرنب اللي هي طيار زوست أو تيل ولا غيرها من الأسماء الأرنب تطلق عليها اسم تمرويلت في مدينة غاة في ليبيا مثلاً مثلاً نلقو زي ما قلنا قبل شوية قلنا تمرويلت اللي هي الأرنب علاش للنية تهرب والطريضة كذلك ذكرناها بمعنى الطريضة وذكرناها كذلك هنا بمعنى الحيوان أنا متأكدنا في ربما بعض التنوعات اللي ما نعرفهاش تقول تمرويلت على نوع من الحيوان كذلك ولكن اللي نعرف عنه في ليبيا عندنا في مدينة غاة يقوله تمرويلت للأرنب مزاجاً كذلك نلقو من دم حيني تكلمنا على الحيوان نلقو رواجل ورقل تعني الخب في العربية وهو صوت متاع العدو ومتاع الحصان الحصان لما يجري الصوت اللي يدير فيه لما يجري يسمى رواجل وكذلك اللي هو غالوب بي بالفرنسية أو غالوب بالانجليزية اللي هو العدو على أربعة أرجل بحيث أنه من السرعة أنه يحدث في الرجليه في الهواء في وقت واحد يرقل عفوا أو أرواقل أرواقل اللي هو بهذا المعنى إذن إذن تعني يرقل تعني الهروب في جبل نفسها سبب أني ذكرت يرقل بمعنى الهروب في جبل نفسها لأني ذكرتها قبل شوية ونعرجع لها مرة أخرى زي ما قلت في صنهاجة شمال شرق المغرب يقولوا جميع الصيغة متاع أرول يقولوا فيها بالقا وطبعا هذه نعرفوها ظاهرة موجودة في اللغة العمزغية وهي ظاهرة التحويل الواو المشددة إلى قا ولكن أحيانا بعض التنوعات حقيقة تستخدمها في غير محلها ولكن هذه صيرورة تاريخية للغة وهذا مش خطأ ولا شيء ولكن نحب بس نحن نرجع للجدر الأصل للكلمة وهو يارياو يال وليس يارياك يال ولو أنهم حقيقة يميزونها عن يرقل بمعنى أغلق بتشديد القا ولكن تظل المغضلة وهي أن حقيقة أغلب تنوعات الأمازيغية يقولونها بالوا ونسى بلغة تقريبا هذه هي كل الحلقة حلقة بسيطة جدا عن الجدر رويل فنتمنى نشوفكم بحلقة تانية ولعل نجيب جدر تاني من جدر الأمازيغية الموجودة في تنوع نفسها ونقرن بجميع تنوعات الأمازيغية الأخرى لتبيان الوحدة الجدرية لكل التنوعات الأمازيغية تنمرت نون إلى حلقة أخرى إن شاء الله